ان تشوف فترها ترايب اغلاط ووساع عغد بعيد من نحارها بسم الله الرحمن الرحيم يواليخوة المتابعون تتواصل هذه الانطلاقات الصباحية نستمر مع هذه الاجواء المميز الاجواء ولله الحمد الطيب اليوم في دولة قطر نتواصل في شوطنا السابع اللي انطلق بهذه اللحظة شوط خاص بالثنايا البكار طبعا جوائزنا نقدية قيمة في هذا السبق المحلي العاشر حيث تتواصل شعارات ابناء دول مجلس التعاون الخليجية شقائنا من دول مجلس التعاون الحاضرين معنا في ميدان الشحانية حيث التنظيم الافضل وايضا الاستعداد الاخيري لهذا الموسم على البركة ننطلق مع المركز الاول المركز الاول عروبة على الصدارة وعلى المركز الاول ملكية عروبة لناصر بن سالم بن ناصر بن حمد النابت على المركز الاول والشهانية تحتل المركز الثاني ملكية الشحانية لسيد حمد بن راشد بن شابل الزبداني المري وانتقلوا الى من تحمل الرقم ستة وهي الشحانية لمحمد بن ناصر بن محمد آل بريد المري مع المركز الثالث وهذا الشعار على المركز الرابع نشوف المركز الرابع الشهانية لخالد بن حسين بن مانع العجمي هذا من ضيوفنا من الكويت على المركز الرابع المركز الخامس تتواصل على المركز الرابع وتنطلق في المركز الرابع اللي تحمل الرقم ستة عشر وهذه الشعار الأخضر بالأبيض على المركز الرابع تتأخر قليلا في هذه اللحظة ذلول بن طريبيل على المركز الخامس وتصل في هذا الموقف الشحانية لمحمد بن ناصر بن محمد آل بريد المري على مستوى المركز الخامس خبير المضمرين كما يطلق عليه الإخوان يقولون لخبير المضمرين على المركز الخامس تتأخر أيضا قليلا وتعبر إلى المركز الخامس السيوف لسلطان بن نوار بن دخيل الله بن عديس الاعتبي على المركز الخامس خلال أنهينا النداء عليكم إخواني أنهينا النداء في هذا المسيرة مسيرة ستة كيلو مترات كل أشواطنا اليوم سواء الثنايا والحيل هي من مسافة ستة كيلو مترات إن شاء الله في الفترة المسائية أشواط أصحاب السمو الشوخ والسعادة من مسافة الثمانية كيلو مترات نتمنى التوفيق للجميع للجميع نتمنى التوفيق نحن في مسيرة الثنايا في الفترة الصباحية وهذه اللي محتلة المركز الأول يا إخواني عروبة هذه عروبة الناصر بن سالم بن ناصر بن حمد النابل على المركز الثاني نشوف المركز الثاني هذا شعار العجمي على المركز الثاني ينطلق شعار العجمي هذا هو شعار خالد بن حسين بن مانع العجمي ضيوفنا الأعزاء من الكويت مع الشهانية صاحبة إنجازات هذه هذه الذلول صاحبة إنجازات شوفوا المركز الثالث من الجانب الآخر اللي تعرفنا عليها الحين الحين تعرفنا عليها الوارية سعيد بن سيف الاكتبي أحد ضيوفنا من الإمارات هذه الشعار الأبيض بالأخضر ورقمها ستة عشر المركز الرابع من الجانب الآخر لمحت رقمها وهذه مياس عبدالله بن سعيد بن محمد بن مسعود الأسود على المركز الرابع وهنا رقم أربعة تتوصل الصحراء لمنصور بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين ديروا بالكم عليها هذه أحد المرشحات في هذا الشور يعرفونها الإخوان يقول لي صاحبة إنجازات رقم أربعة وهذه خطيرة وديروا بالكم عليها إذن هذه الأسماء مرة أخرى على حضراتكم نحن في طريق الناموس نحن في طريق خط النهاية هذا هو الطريق اللي بعد خط النهاية نحن عند لوحة اثنين عند لوحة اثنين وهذه أمامنا أمامنا ترقب المشاركين ترقب المشاركين وهذه الأسماء الثناية للمعلومية الثناية هذه ما وصلت إلى هذا المستوى وإلى هذا السن سواء ذكرنا إنجازاتها أم لم نذكر إنجازاتها فهذه صاحبة إنجازات على كل حال هؤلاء ملاك الهجن يقتنون مثل هذه النوعيات المميزة ووصولها إلى هذا السن هو دليل على أن هذه الأسماء صاحبة سجلات حافلة ولا واش عندها في سن الثناية سن الثناية خلاص ما بعد إلا الحل والزمون إذن صاحبة إنجازات الكل يشارك بذلول صاحبة إنجازات في هذا الشوت يبحث عن إضافة إنجاز جديد في هذا الأسبوع الأخير الله نحن انطلقنا مع من تحمل الرقم ثلاثة ولا زالت مسيطرة هذه خطيرة عروبة على المركز الأول عروبة ناصر بن سالم بن ناصر بن حمدان ناغس هذه تنطلق في المركز الأول بهذا الشعار الجميل على المركز الأول والمركز الثاني السحراغة منصور بن غانم بن منصور ألشيف الخيارين هنا على المركز الثاني المركز الثالث الرقم سبع الضبي بريك بن فرج بن هادي بن هليل الغفراني على المركز الثالث تعبر إلى دائرة المراكز الخمس وهذه خطيرة هذه خطيرة أيضا المركز الرابع يصل شعار سلطان بن نوار بن دخيل الله الاعتيبي على ظهر سيوف شعاره ينطلق بالمركز الرابع يا سلام ابن المحلل الكبير نوار بن دخيل الله الاعتيبي احد الفطاح الى في التضمير في السابق نعم لازال متواجد وحاضر ومتابع لهذه الرياضة ابو حمد لازال حاضر ومتابع نوار بن دخيل الله الاعتيبي اسمه ايضا سجلت حروفه من ذهب في مسيرة الناموز المركز الخامس المركز الخامس الشهاني حمد بن راشد بن شابل المري مع المركز الخامس وافتتحنا الكيلو متر الاخير خلاص انتهينا 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 انتهي انتهينا وعبرنا وتجاوزنا وانحدرنا ورحنا الى خط الناموز الله المنعطف الاخير انطلق الشعار الخيارين انطلق الشعار الخيارين بلتلكم خطيرة 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 هذه ذنون الخيارين يا حمد يا البريدي والله خطيرة ذنون الخيارين على المركز الاول ولكن المركز الثاني شعار بن هليل وهذا هو شعار بريك بنفرج بن هادي بن أهلي الغبراني على ظهر الضبي شعارة والمركز الثالث تصل سيوف 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 سلطان بن نوار بندخل الله الاعتبي الله على المركز الثالث ينطلق ولكن المقدمة 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 عند الخيارين عند الخيارين عند الخيارين اللي انطلقت وقلت لكم خطيرة عند لوحة اثنين هناك بعد ان قطعنا كيلوين قلت لكم هذه ذنول الخيارين خطيرة ولكن سيوف تحاول اللحظات الأخيرة لإعتيبي قادم لإعتيبي قادم اللحظات الحاسمة الله سيوف سيوف يا سلطان سيوف يا سلطان سلطان مع سيوف ولكن المقدمة مع السحرة منصور بن غانم بمنصور آل سيف الخيارين وهنيك الناموسية غانم على فوز السحرة بالمركز الأول المركز الثاني تصل سيوف سلطان بن نوار بن دخير الله لإعتيبي والمركز الثالث المركز الثالث هذه الضبيب بريك بن فرج بن هادي بن هليل الغفراني المركز الرابع وصل الظن محمد بن راهد بن خالد الجبر النعيمي المركز الخامس المركز الخامس الوارية سعيد بن سيف الكتفي أيها الأخوة المتابعون أعلنت لحضراتكم مراكزنا الخمسة الأولى في هذا الشوط المليء بالأسماع القوية المليء بالإنجازات المليء بالنموس المليء بالأسماع العملاقة الحاضرة يا سلام خلاص خلاص بعد هذا الشوط إخواني هو شوط وحيد خاص بالثنايا وبعد ذلك ننتقل إلى مرحلة الحيل والزمون توقيت الزمني لحظة وصول الصحراء تسعة تمانية وثلاثين ستة وسبعين جزء من الثانية شكرا لأحمد السادة وأهني مالك الصحراء منصور بن غانم بن منصور آل شيف الخياري وهذه النقطة الثالثة عند اليوم عند الخيارين النقطة الثالثة عندك يا غانم النقطة الثالثة اللي سجلت مع الصحراء التوقيت الزمني لحظة وصول سيوف اللي ما قصرت حقيقة قادها السلطان بن نوار بن دخيل الله الاعتبي توقيتها تسع دقائق تسع وثلاثين ثانية ثمانية وسبعين جزء من الثانية هو توقيت سجل بفرق ثانية واحدة عن الصحراء تهانينا لنوار بن دخيل الله الاعتبي داعم هذا الشعار والتهنية لمالك سيوف سلطان بن نوار بن دخيل الله الاعتبي بالمركز الثالث المركز الثالث وصلت للطبي لبريك بن فرج بن هادي بن هليل الغفراني التوقيت الزمني تسع دقائق واحدة واربعين ثانية ثمانية عشر جزء من الثانية تهانينا والناموس لكل الفائزين اذا هذه تهانينا والناموس